119. لا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. الذين آمنوا وكانوا يتقون 111. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 111. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 122. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 122. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 123. رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 124. مستمعين ومشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 125. المبشرات في هذا البرنامج الذي نتفيأ به جميعا ضلال آيات بينات من كتاب الله عز وجل 126. ونتحدث عن صفات المؤمنين المبشرين دائما في كتاب الله عز وجل 126. وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامية 126. الدكتور عمر عبد الكافي هو ضيف البرنامج الدائم وهو فارس هذا الميدان 137. حياك الله فضيلة الشيخ 147. الحمد لله على السلامة 148. وحج مبرور وسعي مشكور وغفور إن شاء الله 148. الله يتقبل مننا ومنكم ومن كل الحجيز الذين عادوا إلى أوطانهم 149. وبلادهم سالمين غانمين ونسأل له لهم يعني عودا حميدا إن شاء الله لهم 149. ولمن لم يحج من قبل إن شاء الله اللهم يتقبل من الجميع 149. وشكر الله لمن يسر أمر الحجيز هذا العام الحقيقة 149. جزام الله خيرا كانت أمور ميسرة في هذا العام 149. بحسر التنظيم والكل يشيد بهذا 149. ولابد أن نشكر من قام على هذه الأمور بفضل الله 149. هناك في مكة والمدينة الحمد لله 149. ومن لا يشكر الناس 149. ما شكر رب العبادة عز وجل 149. نسأل له أن نكون من الشاكرين 149. لرب الناس ثم للناس 149. نعم. أيضا شيء يعني فقط نذكر بأن الحج هو فريضة من فرائض 149. والله يعني هو يعني 149. فريضة مشروطة 149. يعني هو شرطها الأساسي لاستطاعة 149. ولكن أنا أقول أن يعني الذي حج يعني يجب أن يراعي هذه المسألة 149. وصفحته وقد عادت بيضاء بفضل الله ألا يضع فيها يعني 149. مدى الأسود. إن شاء الله نود أن تكون ضيضاء إن شاء الله على المدى الطويل إن شاء الله 149. إن شاء الله رب العالمين. فضيل الشيخ يعني سنعود إن شاء الله للحديث عن موضوع حلقتنا في هذا اليوم 149. ولكن انتظرونا مستمعينا ومشاهدين الكرام بعد الفاصل 149. وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا ومشاهدين الكرام 149. فضيل الشيخ في هذه الحلقة سنتحدث في موضوع نوعا ما أعام من المواضيع التي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية 149. ربما تحدثنا في الحلقات الماضية عن الصابرين والمخبتين. يعني صفات معينة. أما اليوم سوف يكون الحديث نوعا ما أعام. سنتحدث عن 149. عن المبشرون. المبشرون. في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. 149. لأن الأمل يزداد عندما توسع القاعدة. لأن ربما تتكلم عن المخبتين. فلما تسمع الناس من هم المخبتون. 149. وجد نفسه خارج الدائرة. لما تكلمنا عن الصبر ومواصفات الصبر ومواصفات الصابرين. وجد نفسه خارج الدائرة. 149. فقد يعني يصيبه شيء من الإحباط أو شيء من اليأس. ولكن لما نوسع القضية ونجد أن المبشرات والمبشرون كثيرون بفضل الله وكثر في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 149. نسعد ونكون قد أدينا بهذا طبيعة البرنامج أو أوصلنا فكرة البرنامج إلى الناس. لأننا في أمل. يعني عندنا من الأمل الكبير. ونحتاج إلى أن نبشر مع من بشره. إن شاء الله يعني. 149. قبل أن أسألك أول سؤال. الشيخ دائما تتحدث عن الأمل. وهي أتوقع كلمة قريبة جدا من التبشير والبشارة. معنى الأمل وأثر هذه الكلمة عندك أنت بشكل خاص وضي الشيخ. 149. أولا أنا من المتفائلين دائما بالأمة وبمستقبلها وبكيانها. لأن هذا الدين إنما هو دين رب العباد سبحانه وتعالى. 149. وللدين رب يحميه. والإنسان الذي يحيى دون أمل. إنسان تنطمس أمامه معالم اتخاذ الأسباب. 149. فلما يصب إنسان أو يتبخر من عنده الأمل. الطالب الذي لا أمل عنده كيف يذاكر. الموظف الذي لا أمل عنده كيف يجتهد. 149. رب الأسرة الذي يرى أبنائه ما بين عاقن وبين متمردة من البنات مثلا. 149. إذا تبخر عنده الأمل فبالله عليك كيف يصبر ويصير قدوة ثم يأخذ بأيدي الأبناء والبنات إلى بر السلامة. 149. الزوج الذي لا أمل له في صلاح زوجتها. الزوجة التي لا أمل لها في صلاح زوجها. 149. المحكوم الذي لا أمل له في من يرأسه. 149. فبالله عليك إذا تبخر الأمل من الأمة وصلنا إلى حالة من اليأس والإحباط والطيرة والتشاؤم والإسلام ضد الطيرة وضد التشاؤم. 149. يعني يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا. 149. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. 149. الله أكبر. 149. جميل إذن نبدأ يعني في حوارنا. 149. ودعنا نتكلم كما هي العادة عن المعنى اللغوي عارضا لما نتحدث عنه. 149. هو طبعا البشارة في الدغة نحن نجد أن نعمل القضية. 149. يعني بشارة. يعني البشارة هو الظهور والحسن. 149. البشارة. 149. الظهور والحسن. 149. لكن البشارة بالضم. 149. عندما يأتيك من يبشرك بأمر. 149. لقد مثلا عينت في الوظيفة الفلانية. 149. أو أنك نجحت في المسابقة الفلانية. 149. أو أن رزقت بالولد الفلاني. 149. فأنت تعطي من يبشرك بشيء يعني مادي أو معنى أو أي شيء يعني. 149. هذه تسمى البشارة. 149. بضم الباء. 149. بضم الباء. 149. هي التي تعطى لمن يبشرك. 149. وتستخدم عددنا فضي الشيخ كثيرا يعني. 149. بالضبط كيف. 149. اللهجة المحلية. 149. طبعا طبعا. وموجودة في كل البلاز العربية تقريبا. 149. أن أنت يعني حتى جاء من هنأ كعب رضي الله عنه. 149. قال له أحد الثلاثة الذين قاب بن مالك. 149. الذين خلفوا وتخلفوا وذكرهم كثيرا وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. 149. ما ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. 149. فلما جاءه البشير بأن الله أنزل فيه قرآن أعطاه ردائهم. 149. فكانت هذه بشارة. 149. يعني هذا القبيصان يسمى في اللغة بشارة. 149. فما تعطيه للآخر أو مبشرك. 159. أما المبشرات فهي. 159. أسألك الشيخ قبل المبشرات. 169. جواز هذا الأمر أن ترضي الشخص بشارة. 169. طبعا طبعا سبحان الله عنه العظيم. 171. يعني هذا الشيء طيب حتى ولو كان الذي مبشرك لا يحتاج. 172. ولكن هذا الناب بالشكر يعني سبحان الله النفوذ جملت على حب العطاء. 172. يعني في مثل عام يقول ايه أنا غنية وأحب الهدي. فأعني القضية فالهداف زكي خالص صلى الله عليه وسلم تهادو تحبو تهادو تحبو فإلا بتكن هدية فهو عاش نطلق كلمة طيبة أما بأجارك الله في ناس دواج نطلق ولا كلمة طيبة ولا هدية والعياذ بالله رب العالمين لأن نقول له إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا لكن هو لا يصاحبنا ويضاربنا فنسأل له له هداية الله ربستعال إذن قاطعتك فضية الشيخ أما المبشرات فهي الرياح أما تأتي كلمة البشارة لن نقول إيه وبشرهم بعذاب قديم أو فبشرهم بعذاب قديم دي للتبكيت لما تجي في الشر تقول للتبكيت بشر المنافقين والمنافقين يبشره بالعذاب هل العذاب يبشر به أحد لا وإنما هذا للتبكيت أما في الخير فهو يعني في الخير هو عبارة عن يعني خير ينزل على الإنسان وبشر للتبكيت وللتخليل من شأن الذي يبشر نعم زي بالضبط يقول إيه في اللهجة العمي فالولد كسور عن المذاكرة لا يذاكر وبعدين أو أخر السنة أنا أول الصف يقول له أنت يبقى قابلني أبشر 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 بدون اجتهاد بدون اجتهاد أبشر أبشر بعدين يبشر يبشر بماذا هذا اللي تبكيت قد يكون يعني مقصود بها أحيانا السخرية مثلا الله يبعلي بالضبط كثير بالضبط كثير يعني ذكرت لي الآن معناها وذكرت لي البشارة والمشارة والمبشرات والبشارات نعم نريد أن أتحدث مثل ما ذكرت في العنوان نخصص هذه الحلقة تقريبا للحديث عن ذكرها في القرآن الكريم نعم وإذا اتسع للوقت ذكرها في السنة النبوية قبل أن تذكر لي فضية الشيخ يعني أين ذكرت ومواضحها في القرآن الكريم هل لها أنواع نعم هو أحمد الله رب العالمين وأصلي وأصلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضع أولا الذين أنابوا هذا هو النوع الأول يعني الذين أنابوا إلى ربهم الذين رجعوا إلى رب العباد سبحانه وتعالى نعم وأنابوا إلى الله لهم البشرة من المنيب الذي أذنب ويريد أن يعود الذي أخطأ ويريد أن يرجع الذي انحرف ويريد أن يستقيم هذا يبشر له البشرة من الله سبحانه وتعالى يعني أنابوا إلى الله لهم البشرة نعم فالذي ينيب إلى رب الله والبشرة لماذا بالمغفرة وليست المغفرة هكذا المغفرة أنا لما أتوب من ذنب ما الذي يحدث الله سبحانه وتعالى يمحو الذنب يعني أنت عليك دين أنا ليه عندك مال جئتني فسددت ما عليك رغم أنك تباطعت في السداد وتعددت الحد المطلوب أقصى ما أستطيع أن أصلاعه معك أن أنزل عنك الدين وخلاص لكن لا تصير بيني وبينك محبة غالبة صحيح هذا أمر حاصل هذا أمر يقولك الله لا تأخر علي أنا أقول له هاته في شهر سبعة يقوله في شهر اتناشر أنا أقول له هاته أخر السنة جاءوا بعد ثلاث سنوات فكيف أحبك البشر ولله المثل مع رب العبادة العبد يذنب عشرين سنة ثلاثين سنة أكثر أقل تاب إلى الله لما تب إلى الله سبحانه وتعالى أولا موحي ذنبه وبعدين أبدل مكان السيئات حسنات يا سلام فالذين يبدل الله سيئاتهم حسنات ثم يحبهم رب العبادة سبحانه ولا يعاتبهم على ما اخترفه من ذنوب يفرح الله عز وجل يفرح بتوبة عبده لله أفرح بتوبة عبده من صاحب الرحل التي على سقاء وطعام فلما أيقن هذك وضلت نام تحت الشجرة وقال يعني إن الله أن ليه رجل فلما استيقر رجل الرحل كما هي لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل ماذا قال رجل الشيخ سبحانه وتعالى العظيم لما رأيها لا هو القضية مش لما رأيها هو القضية أن الرسول السلام يريد أو هنجد الكلام ده كله بيضرب المثال بأن الله هو الرحمن الرحيم وكثير من الناس لا يتعاملون مع غيرهم بالفضل رغم أنه يجب أن أتعامل معك بالفضل لتفضل الله أنا عليه يعني أنا ربنا بيتفضل علي رغم أنني مذنب فمدر أولي أنا أتعامل مع الناس بالفضل سبحانه وتعالى العظيم فقضيت الذي أناب إلى الله الله يحب هذا المنيب وحتى مدح الخليل إن إبراهيم الحليم أواه منيب أي رجع إلى رب العباد عز وجل يعني رجع في ماذا في أنه يرجع كل أمر لرب العباد إذ قال ره ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذا أول نوع من أنواع المبشرات للذين أنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى له البشرة طبعا رجع سبحانه وتعالى العظيم وذلك أنا أسقط هذا على على حياتنا الأسرية وأقول أن نفرض أن زوجة أخطأت في حق زوجها أو العافز وجاء الرجل واعتذر أو جاء الولد واعتذر لأبيه يجب أن نقبل عذرة نحن لسنا أربابا نتعامل مع الناس من منطق التعالي ومنطق أنني لأ أخطأ فبس وفي مصيبة يعني عربية بالذات مش إسلامية هي عربية عربية إسلامية لأن العرب جلهم مسلمين هم مادة الإسلام نحن 300 مليون عربي مسلم ومليار مسلم غير عربي وللأسف عند 300 مليون إلا من رحم ربي شيء من الكبر العجيب عند العرب عند العرب بالذات الجينات العربية من العراق إلى إذا اللهم سلمها لأهلها يا رب إلى المغرب ومن شمال الشام إلى جنوب الصومات العربي عنده شيء من الكبر الجينات العربية لا أدري ماذا فيها إلا من رحم ربي اللي يلتزم بالدين سبحان الله أنا أخشي الشيخ يعني بعد هذه الحلقة وبعد هذا التصريح يعني تتهم الشيخ بمهاجمتك للعراب لا لا أولا يعني نحن نعتنز بعروباتنا وعتنز بالواطنة العربية ولكن أنا ألمح حتى في مرتادي المساجد ومرتادي مجالس العلم هو مسألة الكبرية يعني أنظر بك كده لا 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 العرب عدوا هذه المسألة عدم قبول الحق بالذات ممن لا أحبهم وزي قال حكيمنا اقبل الحق ولو من بعيد بغيط واردد الباطلة ولو من قريب حبيب سبحان الله سبحان الله العرب تحت عنوان عمر بن كرثوم قال ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كذا لنوطينا كان قبل الإسلام شيخ جاء الإسلام فهذب الصحابة جاء أحفاد الصحابة سبحان الله فاستمروا يبدو عادة الجينات لتلعب دورها مرة أخرى عدم قبول الحق هذه المسألة أقول لك شيء أقول لك شيء الله عز وجل أنا أمرنا مثلا أمر نساء أنا بالحجاب جميل طب اللي مش محجاب اللي رفض الحجاب أنت تحطى تحت عنوان إيه التقصير لا لا أنا أنا لي عنوان تاني هي متكبرة على الله وعلى رسوله سبحان الله لأن لو مدير العمل قال لها إن لم تبسي الحجاب غدا فأنت مفصولة تعمل إيه ترتدي الحجاب جميل طيب لو إذن مية بالمئة الله يضع من المجيبات عذاب القبر الإنصاط لأوامر وكلام المخلوق وعدم الإنصاط لكلام الخالق يا ربي إن هؤلاء اتخذ القرآن مهجور هذا القرآن مهجور اتخذ القرآن مهجور يعني هجر عمل هذا نوع من الكبر الولد والولد كده عيب يا ابني أبوك وأمك ولا تقول لهما أوف ولا تمهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربينا صغير كم من أبن وأم يبيت أحدهما باكيا من تعالي الولد وتمرد البنت والعياذ بالله لم تكن هذه الدروس فائدة للجميع فلا فائدة فيها يعني لنا أبنائنا وبناتنا جالسين الآن وجلسات اللي لم يعجبهم شيء إذا قدم الأب والأم طعام معين كل يوم من الطعام ده كل يوم من هذا الأكثر للأسف نعم سبحان الله أنا أريد كذا يقول له طيب إن شاء الله أول الشهر لا لما ليش دعوة أنا عايز الآن أبي على يكون شيء قدير هذه كارثة هذا كبر من الولد وتمردنا البنت البنت أبوها يقول لها يا بنتي ما فيش داع وسع الثياب شوية الأم يا أبو فلان سيبها خلا تفرح بشبابها الله هذا كبر من الأم كبر من البنت والبنت عبارة عن مشروع امرأة طاغية من الصغر يقول لها عليك دينا ما تروح بيت زوج هتعمل إيه فاحنا نريد أن نعارض إذا هذا الكبر الذي قصدته في حديثك هذا الكبر الذي لا يبشر صاحبه به بس يعني سبحانه وعن بس عشان تبقى الامر إيه واضحة النوع الثاني الشيخ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة أهل التقوى والإيمان واحد يقول الله الذين آمنوا وكانوا يتقون كانوا في الماضي هذا السؤال من سبق من الإيمان سبق التقوى أم التقوى سبقت الإيمان لا هم دول مؤمنين من الطرز الأول دول مؤمنين من الطرز الأول يعني بمعنى إيه ما هو سيدنا إبراهيم لما تقول هو إيه قال له ربه أسلم قال أسلم قال أسلم تبه هو مجرد إسلام لا وتسليم كل أموره لمن أمره صح؟ صحيح طيب تعال للايه وكانوا يتقون كانوا يتقون قبل الإيمان نعم ليه التقوى ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك جميل تمام؟ جميل ألا يجدك ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك وأقيم وجوهكم عند كل ما يبقى أمرك بإيه بالصلاة تمام؟ جميل فأوفين؟ في هذا المنطق طيب لما يقول إيه شهر رمضان الذي ينزل في القرآن فمن شاهد منكم الشهرة فلي أصن يبقى هذا الأمر تمام؟ طيب في الجهات في صنعة الخير يبقى هذا الأمر طيب فلا تقعدوا معهم إنكم إذا حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن منهم مثلهم إنكم علم إذن طيب يبقى أنا في هذا المكان أجلس أم لا أجلس في هذا المنطق في هذا المنطق فبالتالي فإذا اضطرتك الظروف أو المقادير ما بلاشي الظروف إذا اضطرتك أنك موظف داخل مكتب المكتب في خمسة منهم اتنين أهل غيبة ونميمة وهو رئيس المكتب ونائبه مثلا مثلا يعني وأنت مضطرة للمكث تجلس وأنت تنكره بقلبك من رأي منكم منكران فلغيره بيدي فهمت بسي مش بيدي يعني في تصور آخر لليدي يعني مثلا واحد يجي يعيب على المجتمع ما احنا يقول لنا ما شاء الله مليار وثلاثمائة مليون كل واحد يعيب على المليار وثلاثمائة مليون أو ثلاثمائة إلا واحد إلا هو إلا هو يقول إيه والله أنا مش عجيبني بصراحة المدارس الفوضوية اللي موجودة دي جميل بدل ما تعلن عن عدم رضاك عن هذه المدارس روح إنت أعمل مدرسة فيها المواصفات اللي على المقياس وساعتها من رأى منكم منكرا فلغيره بيدا عندك مستشفى إذن تغيير بليد هو العامة هذا هو العامة تغيير بليد بالتعسير وبالسجن وبالحبس هذا أمر يخص الحاكم وحسابه على رباد مسألة أخرى والقضاء وكذا لكن أنا بكلمة على عامة الناس كيف يغيرون بليد كيف أو حتى فضي الشيخ دعنا نبسطها قليلا في المثل اللي ذكرته في البداية أنت موظف مثلا في مكتب إذا استمعت إلى غيبة أو نميمة ربما يكون العمل في أنك تخرج أو الإنكار باليد بالفعل أنك تخرج من هذا المجلس أما يمكن أن يكون هذا هو فرض ما جدل أنه لا يستطيع الخروج وعنده ساعات عمله وعنده أوراق وعنده مستندات فألم يستطع فلم يستطع أن يتكلم وأن ينصح فإذا مصدع فبقلبه لكن أنا غزي على اليد أنه أنت بتعيب على المستشفيات وتكسلها في علاج المرض خلاص اجمع خمسة ستة من أصحاب الفكرة القوية وأصحاب الأموال وأصحاب الأفكار العظيمة لتقدم الإسلام وأنشئ مؤسسة لها معايير الإسلام ووضوح الأوامر اللي هي تفية هذا الذي يريد أن يغير أما أنه يغير مجرد أن أن نتحدث وأن ننتقس من الآخرين إلى متى ننتقس من الآخرين سبحان الله لماذا لا يكمل بعضنا بعض سددوا وقاربوا يعني ربما فضيط شيخ اللي ينتقس من الآخرين ربما يريد أن يثبت بأنه هو أفضل منهم ليس بأعماله ولكن بالانتقاص من أمورهم وهذا إنسان جاهل متكبر يجب أن يتعلم أو يعالج عنده طبيب نفسي يدي يدي سبحانه إلى متى أن ينتقس بعضنا بعضا سبحانه نحن لا ننتقس إلا من الأشجار المثنرة ولا نقذف في مجتمعاتنا الحالية إلا كل شجرة المثنرة ويجب على الذين يعلمون الناس أن يكونوا كما قال علمنا كونوا مع الناس كالشجر يقذفهم ناس بالحجر فيلقي إليهم بالثمر لابد 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 كده يعني خليك كده مع معطاء نوع ثاني من المبشرات نوع ثالث الآن نوع ثالث أنا أعد معك شيخ إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم يبقى من الذي يبشر في هذه الآية أول شيء من اتبع الذكر الذكر اللون إيه القرآن يعني يعمل إيه يحل حلالة ويحرم حرامة سبحانه ولا يهجر كتاب الله عز وجل لا تلاوة ولا تدبرا ولا تطبيقا تلاوة وتدبرا وتطبيقا وكذا أنا الأول القرآن إيه أتلوه أنا الليل وأطرف النهار ليكون الحسنة عشر حسنان قالوا أفضل الأعمال يا إمام قال أحمد بن حنبل أفضل الأعمال قراءة القرآن قالوا بفهم وبغير فهم قالوا بفهم وبغير فهم جيبنا أعطاء أكمل القضية قال ربما تقرأوا في البداية بدون فهم فينقلك الله عز وجل برحمته من قراءة بدون فهم إلى قراءة بفهم ومن قراءة بفهم إلى قراءة بتدبر ومن قراءة بتدبر إلى قراءة بقرب وما ذلك على الله العزيز الله أكبر تدرج لأنه واتقوا الله ويعلمكم الله لأن القرآن حلاوة وسر القرآن لا يخلق على كثرة الرد كلما أنت تلوة أكثر كلما شعرت بحلوة القرآن كلما اجتمحت إليه أكثر تجد أن أعظم نغمة وأجمل يعني ما تسمعه إنما هو كتاب الله عز وجل ولذلك إيه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب فإذا أحببته هل كنت سمعه الذي يسمع به سمعه الذي يسمع به يعني 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 لا يلقى في أذنيك أحلى من كلام الله السلام وَلَا تَقْبَلْ أُذْنُكَ إِلَّا كَلَامَ اللَّهِ عز وجل تلتخت لو كنت تعلم ما عادت عذلتني أو كنت أنا أعرف أنك جاهن وفع ذبتك من وراء هذا الجنون يعني من وراء هذا اللي ذا وضع لنا قوانين نبض بها أشعارنا أما ما نره من الشعر الهزير الذي نسمعه هذا الغث الذي يعني نسأل له أن يعافينا يعني إن شاء الله بإذن الله لأن يعني إحنا مش عايزين في كل يوم يطلع لنا شوية يعمل لنا المشكلة المهم فالله عز وجل قال إيه إنما تنزل من اتبع الذكر خرى وخشي الرحمن بالغيب هو بدأ من اتبع الذكر بالله عليك النتيجته إيه النتيجة مباشرة خشي الرحمن بالغيب يا سبحان الله العظيم وبعدين الغيب يقوم عليه الدين وكله لأن اليوم بيعملوا إيه في العالم اليوم بيعملوا يا سيدي الشيلو اسمه إيه الحداثة الحداثة وما بعد الحداثة إيه الحداثة وما بعد الحداثة الحداثة إهمال كل ما يخص الغيب يعني إهمال إيه إهمال الدين الإيمان بالملاء هي دي الحداث ودي نشأت فكرة العلمانية الاول وعدين جاءت لنا الان الحداث ما عارش بعد الحداث دي يكون ايه لنا سألنا السلامة فالمسلم ايه عليه بالثوابت وبعدين الشيطان يرضى بالمحقرات بمعنى ايه انا لما مثلا تستهويني لغة اجنبية جميل جميل لكن ان اتعلم اللغة الاجنبية لتحل محل لغة القومية لغة الاصلية هذه مصيبة لان اللغة هوية امة صح او لا فلما اضع الكلمات الاجنبية واستلطفها بس اللغة العربية ما فيهاش المعنى ده اقول انت جاهل لان حافظ قال على لسان اللغة وسعت كتاب الله لفظا وغاية فالاضيق عن اسماء ومقترعات معقول اذا كان يعني الله نزل القرآن بلسان عربي مبين القرآن فيه ستة الاف مادة ولسان العرب احد قواميسنا الشهيرة نعم فيه ستين الف مادة الستين الف مادة لا تفي بكل مفردات اللغة العربية وستة الاف مادة في القرآن تفي بكل وهذه يعرفها اصحاب فقه اللغة نعم اذا القرآن فيه كل شيء ولغة عربية يعني اولا سبحان الله العظيم مفيش في اللغة في العالم مثلا من هذا يعني فرق بين نور وضوء ابدا ايه لفظة العربية فقط صحيح وثبت ايه بعد كده ان ايه الضوء اللي هو النور اللي له حرارة والنور اللي هو الضياء اللي من غير حرارة تجعل ايه القمر ونور والشمس ايه الله يرضى عليك فجعل دي بحرارة دي مش وجودة في اي لغة ها ادي النجم وهدي الكوكب الكوكب بارد لا حرارة فيه فهو نور والنجم ساخن في ملتهب مشاع سبحان الله فلا تجدها الا في لغة العربية سبحان الله والذي يجرس اللغة العربية بحب سوف يقرع القرآن بعشق ولما يقر القرآن بعشق يعني سبحان الله يترب والله ابن عباس كان يقول كلما دخلت في الحواميم شعرت اني في رياض اتأنق فيهن واحد ماشي بوسطى بساتين يشوم من هنا وردة ومن هنا وردة سبحان الله و لكن الصحابة يعني طربوا بكتاب الله عز وجل وتغنوا به اي قرأوه بقراءة سليمة كما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نعم اذا نتيجة يعني اتباع الذكر انما خشي الرحمن بالغيب ما هذه نتيجة لهذه طبق شك فبشره بمغفرة واجر كريم وشو لما تنكر الكلمة تدل على التعظيم الاجر الكريم محدد يعني باجر ايه كريم ومن الذي يعطي هذا الاجر سبحانه وتعلم لا يعرف عطية الكريم الا الكريم سبحانه سبحانه وتعلم سبحانه وتعلم قالوا يا ابتي اتبتزف في هذا الموقف قال اني قادم على كريم ان الكريم اذا قادر عفا الكريم بطبيعة كده فما بالك بالكريم سبحانه سبحانه لا يسأل الله عز وجل يعطي الكافر الذي يقول لا اله ولا لا يعطيه يعطيه ده بالعكس ده يعطيه ويمد له مادة صحة ولا لا صحيح انت تروح في مناطق كده في اسكندنافيا وفي الرب توحى الله جنة الله في الارض واعطاه صحة في مناطق معينة في الغرب محميات بحيث ان ما يدخلها مصنع فيها نسبة التلوء صفر مثلا وفيها المياه الجارية والغابات والاخيرة هذا عطاء عطاء امان الله سبحانه طيب هل يحسبهم على على انهم ينكرونه لا لان الكلمة لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى ولا كم اعطى سبحانه الله احتياط الماء الماء في العالم كله اغلبه في فين في كندا سبحانه الله ما يسأل في الجزء الشمال تجد عند المسلمين دخل عندنا التصحر ومش التصحر ونسأل الله ان ينزل علينا الغيث ولا جعلنا من القانطين فانا ارى ان المؤمن لابد طالما نتدبر كتاب الله عز وجل ان شاء الله رب العالمين فابشره بمغفرة واجل كريم اريد ان تقول شيء اريد ان اقول بانا الان ذكرنا ثلاثة انواع طيب من انواع المبشرون المبشرون نعم انا بس قبل ما تدخل انت ان كل واحد يسجل وشوفه تبع اي او يحب يكون تبع ايه جميل يعني ربما الفاصل يتيح للاخوة المشاهدين ومستمعين يجيب ورقة وقالة احضار الورقة وقالة اذا المستمعين ومشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود اهلا وسهلا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام مرة اخرى وحياك الله فضيط شيخ مرة اخرى محبوب اهلا وسهلا يعني توقفنا عند انواع المبشرون نعم وذكرنا ثلاثا انواع قبل الفاصل عن تذكر لنا فضي الشيخ النوع الرابع انت خلصت هذا المبشرون كتعبير واحده انواع المبشرون لانواع المبشرين ما تحب انت الشيخ اللغة العربية لا كبيرة لها يعني كان عبد الملك ابن برغاني يقول عجر علي الشيء من كثرة ارتقاء المنابر وخشة توقعي اللحنة في اللغة اللغة العربية لانها بحر زاخر يعني فاذا اخطأ سبحان الله حتى لا تلمني شيخ لا لا كلنا نقطنا حتى في الامام الذي يصلي بالناس اذا اخطأ في القرآن القرآن غالب وليس مغلوب تتحات ذنوبه لانه يشعر بالذلة يشعر انه هو متمكن ويعلم القراءات وحفظ القرآن من الصغر ورغم ذلك يخطئ واخد يخطئ في صغر السوء وقصار السوء سبحان الله نعم طيب تعالى الى نوع بالرحمة نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم الله طب غفور الرحيم لماذا يعني لمن غفور لإيه لإيه لفيه للمعصية فيه عشب مغفرة نعم يبقى فيه معصية معصية وزاك المصيبة في بعض من الازواج يقول لك ايه انا منتظر لزوجتي خطأ واحد بس وعليما بعد كده تبقى الفاصلة بلعليك ده عايز ايه توقيح كشف طبي على عقل صحر مريض هي لمس قضية والله انا منتظر بس ايه يعني سبحان الله على شعر على حول ولا قوة إلا بالله نحن في حياة نحن ننسى دائما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ كل بني آدم خطأ لم يستدد منهم احد المعصوم الوحيد في العالم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذات نأتي نحن لا لا وده والله 60% حسنا ذه 50% ذه 30% ذه 5% ده بنقص 7% يا قده هانت ما هي هكذا نبي عبادي اني انا الغفور رحيم سبحان الله العظيم طي ايضا بشر الله عز وجل المطيعين بشر العصين وبشر theo الرأس المطيعين سبحان الله هو بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات سبحان الله المؤمن لا بد ان يقترن بعمل صالح لا تكتفي ان تقول انا مؤمن انا عايز اجيبه اثر العمل ودائما ترد في القرآن بهذه الطريقة اقتران العمل الصالح اذا امنت هذا الشيء بينك وبين الله انا لا اشعر به انا اشعر بثمرة هذا بايه العمل الصالح فاذا كنت انت صاحب عمل الصالح رأيته يعني سمات الامان عليك ترجم لهذا الامان وإلا لا يصير لا يصير ايمانا سبحان الله اذا الله مرضوحنا ايمانا صادقا ايمانا صادقا يعني مترجم الى عمل مترجم الى عمل سبحان الله العظيم يعني الرجل دخل اعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايكم ابن عبد المطلب يعني اعرابي وقال ابن عبد المطلب ولم يقول اين ايكم ابن عبد الله لان عبد المطلب اكثر شهرة من ولده طبعا اتوفي اوه فمعروف عبد المطلب فاشار الصحابة قال يا محمد بدون القام صلى الله عليه وسلم شف حنان رسول الله وحنوبه وتعليمه وتواضع صلى الله عليه وسلم قال اني سائلك فمشدد عليك يعني هو داخل بهذا الداخل العجيب من رفع السماء قال الله قال ومن بسط الارض قال الله قال ومن زائد البحار قال بحق الله الذي رفع السماء وبسط الارض وأجرل منه وأقام الجباد آه الله استفعى آه الله أمرك أن تبلغنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال اللهم نعم قال آه الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي خمسة صرارات في اليوم والليل فراد الإسلام الصيام الزكاة الحج عددهم نعم قال مددك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأخذ ناقته وولى قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا يا سلام الله يعني ما كان كثير عمل وكان حتى جاء بجفوة وقسوة وشيء كثير عمل ده أم الأعراب كان يجي من خلف الحجرات يقول يا محمد يا محمد أخرج علينا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لعقلوا لأنهم صبروا حتى تخرج عليهم أخيراً لهم ورغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج وعلى سبحان الله وعمر يمنعه أن يستغفر للمنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مرة وعربي لما يقول سبعين يعني اللغة العربية سبعين يعني أقصى بأسوحان فلن يغفر الله والله لو أعلم أن الله سوف يغفر لهم بأكثر من السبعين لا استغفرت فأين نحن من هذا الحنوب أين نحن من هذه الرقة ليه إحنا بنتعالى على الناس ليه مظهرين أن نحن الطائعين الوحيدين وغيرنا من العصات المتمردين ممكن العاصي هذا ولذلك أنا قلت للإخوة الذين حجون إياك أن تعود من الحج وترى قريبا لك يشرب الخمر أو يتعامل بما لا يرضي الله فتنظر إلى النظرة وتقول لا هذه مصيبة كبرى هذا كبر هذا هو الكبر الذي قدمتك عنه في بداية الحلقة سبحان الله فإذن الله سبحانه وتعالى يبشر هؤلاء سبحان الله بالجنة اللهم يجعلنا منهم يا رب العالمين أيضا بشارة المؤمن والشري الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم المؤمن المؤمن العملي أصليه مؤمن نظري أضرب مثال العملي والنظر نعم ابنك أو بنتك تقول يا أبويا أنت تحبني زي ما نغاربك إذا كل ما يقعد الوالد مع أبويا يقول له أنا أحبك يا أبويا وأنت يقول له كلم نظري وبعد 14 سنة طلع برع ما فيك ما يعرفه ولو لم يعمل سبحان الله إيمان 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 فعيبة طبعا يا ابن أنا أحبك طب أنا أريد أن تشتري لي مثلا كذا إن شاء الله في يدنا إن شاء الله ثاني يوم يا أبتي تحبوني طبعا أنا أحبك حبا جملا طب أريد أن تشتري كذا ويعلم أنك قادر لا تشتري بعد سنتين ثلاثة هذا حب نظري أم حب عملي نظري نظري من غير أن يسأل الولد وهو ولد مطيع أنت عندك ولدين ولد دائما يسأل ولد دائما يتعفف ولا يسأل ويخدمك ومطيع وبر بك أنت في قلبك تعطي الذي لا يسأل ولا تعطي الذي يسأل الذي لا يسأل الذي لا يسأل ولله المثل الأعلى انشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائرين السنة ليه لأن مقام المحبة في قلبه كبير فيخدم ولا ينتظر يخدم انشغل بذكر الله الله يرضى عليه لا انشغل بالتقرب بالتقرب إلى الله عز وجل يعني بره للمثال أبو حمد غازل مثل جميل قال فيه واحد مثل يعني أمير أو رجل ثاري ملياردير كده أرسل خادمه قال نروح المكان الفلاني أوصل هذه الأمانة خلاص الخادم أخذ الأمانة وراح وصل للبلد الأخر هو رايح يوصل إيه أمانة محددة لها وقت محدد ولها تسلم إلى فلان لما وصل هناك بدأ في الطريق إيه يعني يشغل بنا طب نفرض جدلا أنني لم أجد من أعطيه لابد أن أنتظره طيب ولو تعطل وقالوا أنه سوفاتي بعد شهور أعمل إيه لابد أن أبحث عن مسكن أسكن فيه وأجد سكن أو يشتري سكن وبعدين كيف أمكث من غير زوجة أربما هذه البلدة فيها نساء صالحة أتزوج أتزوج وفي الآخر نسي القضية التي إيه وأخذ يعني يفكر في ذاته هو ولم ولله المثل الله أنزلنا في هذه الأرض وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله ورزق ذو القوة المتيل اشتغالك فيما هو مضمون لك وتخصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انتماس البصيرة فيك تاني انشغالك فيما هو مضمون لك أنك بزق دليل نهار دليل نهار شغلك والله الزوجة الضمن لك الرزق أنت بس عليك بالأسباب نعم وتقصيرك عما هو مطلوب منك اللي هو العمل العمل دليل على انتماس البصيرة فيك هو راح شغال نفسه بإيه بالثوب وبالبيت وبالزوجة ومش عارف إيه سبحان الله انشغلنا عن الغاية الغاية إيه وأن الى ربك المنتجعة والآتة والعيال أربيه من زي الأمار نشوف العيال والكبار والصغر اللي لسه كنت قلوب يوم في صلاة الجمعة عندنا هموم كبيرة هم الرزق وهم الأولاد اللي عنده أولاد له هم والذي لم يرزق الأولاد أيضا مهموم سبحان الله وبعدين طي نحل المشكلة دي المعضلة تتحل إزاي احنا نفضل ايه نعدد يعني تكاثرة الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده فسبحان الله طيب لما الضباط لكثرة يعمل ايه المفتاح واحد بس تعمل ايه قضيت سيدنا نوح وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يبال مفتاح فيه في الاستخفار بس مفتاح لكثير من المشاكل ضع المفتاح خلاص اتهتب مضوع هو تمرد الاولاد علينا ايه امر ايه ذنوبنا هه واموالنا الشبهة والحرام خلي ملك حلال ينطبق عليك اين سيدنا زكريا واصلحنا له زوجة ليه انهم كانوا يسالعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاسعين اما احنا عادينا نخبط وعادينا نصح ديه وعادينا رب الولد رايح نفسك دعه للمربي ربيه الله هو الرب وهو ربينا على موائدك ربك سبحانه سبحان الله فانت ان عشت في حنان الربوبية خلاص هي كده الله هو مش تعيشت امه الكريم في داخل حنان الهوية والربوبية فالقت الولد بعد مدة ان ردوه اليك واجعلوه مش ده منتهى التسليم ادخل بس عن المفتاح انت ليس تشتت نفسك لماذا تشتت نفسك الله تشتت نفسك تتشتت بك الحياة من جعله همه هما واحدا جعل الله غناه في قلبه ورزقه من حياة الهوية ومن تشتت تشعبت به الهموم جعل الله فقره بين عينيه بين عينيه ويصير كشارب البحر ما زاده الشرب الا عطش الا عطش بحنا بس عايزين نكون ناس واخعين وعايزين نطبق الدين في الحياة الدين اصلاه مش مش نازل كده لا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وقال البيت وانتهى الموضوع لا الدين نازل دنا جميعا ومنهجنا وصلاحنا في تطبيق هذا الدين للصغير وللكبي كلنا حاكم المحكوم الرئيس والمرؤوس كله بس نطبق واذا طبقنا والله الحلاء هتكون يعني بس نشيل الكبر من عندنا ما اسمع النصيحة انا نازلت متألم كررت اليوم موضوع الكبر كثيرا شيف دعني اساك شيخ هل يعني حصل لك موقف معين هل يعني مؤخرا لا 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 انا ثلث قرن في الدعوة وانا اسوأ ما يؤلمني كبر الناس كبر الناس اللي هو غمط الحق وبطر الناس هذا هو بطر الحق ها الخبر الكبر انك تنكر الحق الحق قبلك انا اقول لك ايه من كتاب الله تلفه الدور طب ليه لماذا يا اخي خليك واضح المعالم والله ابو جهل كان رجل صريح المعالم واضح المعالم على رغم من كفر ما رغم جور لانه هو ما كانش اهبل ده كان ذكي والعذي بالله وانه غباء فيه انا لا اقول انه حي ابو جهل ولكن اقول انه كان فاهم انه لو قال لا اله ادى الله لها مقتضيات هو مش عامل ما يريد المقتضيات هو مش عامل انها تنزل فكر هو ان كده هيتساوأ مش جبل ابن الاهيهم لكان امير النصران لما اسلم والاعرابي داس على على رداء وفي الهداء لطم على وشه هذا من السوقة كيف يدوس ما قبلها ابو جهل ورغم ذلك كان عند ابو جهل اخلاقيات هي الان غير موجودة عن جد وما زلت اكررها ليه لم تكسر باب محمد وتأخذه من فراشه وتتركه حتى يغادر مكة مع صاحبه ابي بكر الى يثب قال وتقول العرب هتك عمر بن هشام اللي هو اسم الحقيقي حرمة بيت محمد اين تذهب هذه في الموازين اين تذهب اخلاق الله اخلاق سبحانه الله العظيم ابو لهب لما جاء الثويبة جالته تذشر ان عبد الله اخوه اللي مات انجب غلاما طفلا وسماه جده محمدا اعتق ثويبة ويقاريهم الاثنين هذا يخفف شيء من العذاب عن ابو طالب قال له العباس يا رسول الله اما تشفع لعمك قال شفعت قال وهل قبل قال يخفف عنه العذاب فيصير اخف اهل عذاب النار عذابا عم النبي يلبس نعلين من نار فيغضي منه مدام رأسك لا سلام يعني نعود مرة اخرى الشيخ الله سبحانه وتعالى اعتقلوا ليه اه وبشر الصابرين من هم الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون الناس تظن ان هذه كلمة الناس تظن ان هذه كلمة لا هي كلمة يجب ان تكون عملية شيخ حتى الكلمة حتى اللفظ يصعب في مواقف الصبر الحقيقي احسا شوف اقولك شيء الدين جميل واحنا في حالة من الدعا قول الله والله شيخ عمر جاء الكلام جميل عن الصبر الصبر يسأل الصبر يسأل الصبر تكون دا ثوب الصبر الله اكبر الله ما يعاننا من الصابرين واذا نزلت عليه المظلمة هلك في اول امتحان وكان من الجازعين لما قرأ الحسد البصري ولا نبلو انكم فبكر حسد البصري واشتش البكاء قال ان بلوتنا يعني امتحنتنا يعني لفضحتنا وهتكت استعردنا لو دخلنا في امتحان الحكمة ضلت المؤمن ولا من النصارى في اعيادهم يقولون يا ابانا الذي في السماء لا تنتحننا او لا تدخلنا في تجربة لو ادخلوا في هذا فطبعا اخذ الحكمة بظاهرها هكذا انا وجدها اه سبحان الله فلكن انا اقول ايه احنا لو امتحننا حقيقة عند الامتحان يكرم المرأة وسوف ترى اذا جال الغباره افارة تحتك ام حمار هتشوف الحق تنكشف لك الحق فسحت الجد سبحانه ما تتعرف الناس ايه في مواقف الشدة واذا قال لك حاذر صاحب الرخاء وعليك لصاحب الشدة يعني لصحرك صاحب الرخاء احذر منه اول المنقلبين عليك لما تبع انت انسان مشهور ومعروف وعندك مال وكل سبحان الله انقل مالي فلا خلني صاحبني وفي الزيادة كل الناس خلاني فكم من عدو لاجد المال صادقني وكم من صديق لفقد المال عداني خطيرة لانه يقص بهذا النقياد لكن صاحب الشدة ده سبحان الله اللي قال في سيدنا علي ايه ان الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك هذا هو الانسان الصاحب الحقيقي والصديق الحديد ليس كجدة الواجه يحمر بصحته ويصفر ببرده وانما الذي الصديق الحق هو الذي انغاب شعرت انك غبت عن نفسك واذا مات لا تقل مات لي فلان وانما اذا مات بعضك مات كلك يبقى تشعر انك وحدة وحدة وذكره من اجل انما المؤمنون اخوة اخوة وصل الامر بالصحابة يضع الصحابي التمرة في فم اخيه فيد حلوتها في فمه هو هذا القضية اما موضوع الانقلاب الموزيني اللي حصل عندنا هذا ليس يعني دينا يطبق وانما هي عادات وتقاليد نحن يعني عم نزل امواج الماء ذهابا ارتفاعا وانقفاضا نسعى الشيخ من خلال هذا البرنامج وغير الصابرين وافردنا لحلقة كاملة الذين اذا اصبتهم مصيبتهم قالوا ان لله وانا اذا رجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمة سبحان الله تشوف الله يصلي عنه ان الله ومليكة يصلون عن النبي الذين اما يصلوا عليه وسلموا تسليمه والله عز وجل يصلي عن الصابرين فانتا بترتفع بدرجة الصبر الى درجة الشيء من النبوة بلا شك درجة عالية ربنا يلحقن بهم يا رب ان شاء الله ايضا من ضمن المبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا المؤمن الصادق الله سبحانه وتعالى يعطيه فضلا كبيرا دي بعض من انواع المبشرين بعض من هذه الانواع لكن القرآن تحدث عن كلمة عن هؤلاء يعني كلما كبيرا اود ان اتعرض له ان شاء الله طيب سنتوقف الان من ناحية الانواع ايوه يعني تكتفي بهذه الانواع يعني تذكرت لي بين انواع كثيرة لكن نذكر منها لان هذه يعني سبحان الله من امن يعني من العينات التي ذكرناها واتوقع يعني الشيخ هذه العينات اكثر شمولية تمام يعني من الموضوعات المتخصصة ويتحقق الهدف اللي ذكرته في اول حقا الله يرضى عنك بارك الله فيك الآن تحب ان تتحدث عن بعض الايات يا يريت يريت اذا كان سبحان الله تفضل تعالى الى امرأة امران ما القصص الصالحين ما كان حديثا يفترى اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني هي اول الاية ماذا قال الله عز وجل ان الله اصطفى ادم ونوحا وقال ابراهيم وقال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت امرأة عمران ادي ام مريم ادي جدة عيسى عليه السلام شوف احترام القرآن لكل الانبياء والرسل هذا دليل هذا دليل واضح هذا كذا نقول لاخواننا في الانسانية ان هذا هو احترام القرآن لكل الملل والنحل والشرائع وكل الانبياء والرسل وذويهم وامهاتهم وجدات يعني جدة عيسى ايمان من سبحانه الله قالت براءة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا محررا يعني خالصا خالصا فتقبل مني انك انت السلام علي فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وقراءة والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى سبحان الله يعني سبحان الله يعني سبحان الله وخاصة هي نذرتها لخدمة لخدمة فالخدمة دي لا يصطح فيها لا يصطح فيها الا رجل سبحان الله وليس الذكر وقرونت واني سميتها ماريا واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم اللي حصل ايه فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنة انظر الى رعاية الله سبحانه لمن كانت شوف من احترقت بدايته اشرقت نهايته وانشهت فقل من اشرقت بدايته اشرقت نهايته لما تجيب ابنك تحفظوا القرآن من صغره تحفظوا الايات تعرفوا الحلال والحرام بالله عليك كيف يتمرد عليك يبقى الخلل فيه انا لما لاي ولدي عاصي ولاي بنتي متمردة يبقى الخلل عندي انا مش عنده هو بالضبط يعني حتى اذا كبر الابن لا تغضب ولا تتضايق من ان ابنك اصبح عاطم انا الذي لم ازرع او زرعت ولم احسن ازراعه بعض الابا فضي الشيخ يعني ربما شاهدها هو يعلم ابنه يعني بعض الالفاظ البديئة والعياد قدما قدوا سيئة قدوا سيئة اذا كان هذا هو الاب يعني فسبحان الله العظيم وبعدين اذا ساءت ساء خلق الزوجة تعمل ايه حسن علاقتك انت بالله وابنالو اصلحنا لهو زوجة هذه ايات في كتاب الله لكن احنا ايه بنصلح على سطر ونسيب عشرين سطر ما ينفعش يجب ان نقرأ لا 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 ويجب ان نطبق وان نصبر وان نحتمل سبحان الله فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنة وكفلها زكريا يبقى اذا رزقها بايه بمن يكفلها كفالة شوف سيدنا زكريا يبقى كفيه يبقى لعلك كيف يكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء رأي الحسن فلما وجد سيدنا زكريا عمليا هو الانسان دائما مقتنع ان فضل الله عظيم لكن لما تلمس المسألة بواقع يكون ده اقرب الى التصديق القلبي والعقلي يعني المؤمن موقن بقلبه ومفكروا بعقله لكن لما تجي الحقائق انها اصبحت واقعا من الموسم اقتربت الساعة وانشق القمر فلما الكفر او القمر الشرق البعض اسنع حقيقة اه سبحان الله لما يرى الآية خدم واضحة المعالم لو قرأها اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر اقربتها اولا كلام الله يصدق لخدم هو يرع يرع واقعا اوقع في النفس الله يرضع عنها وما في مجال التحليم الله يرضع عنها بالضبط خدمة سبحان الله فلما سيدنا زكريا رأى ان مريم لا تعمل ولا يأتيها احد ورغم ذلك عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء احنا اصلا من قثرة النعم اللي عندنا استمرأناها فاولادنا لا يشكرون واباهم لا يحمدون صحيح من المصيب صحيح لكن مثلا يعني لما الولد تطلع على اخوه انه عايز في غزة الان تحت الحصار ولا يجد طعام العشاء ولا يجد اخوه المريض دواء ويجد الذعر عند اخوانه في العراق فلما انت تذكر الاولاد بهؤلاء من الوجب الولد يستشعر رحمة الله عليه ويدعو الاخوان في فلسطين ان يفك الله حصارهم وان يسر امرهم وان يطعمهم وان يجعلهم اخوة على قلب رجل واحد وان يؤمن اخواننا في العراق وان يطرد الشر عنهم وان يسر امرهم وان يعيد اليهم بلادهم بلادهم سالمة غانمة يبقى لما تقارن الولد كده الولد يشعر لا انا في نعم انا في نعم سبحانه المضاء العظيم وتصة يعني تقال عن عن بني اسرائيل ان واحد راح يشتكل الحخام قال له انا عندي سبع اولاد وعايشين في غرفة واحدة والغرفة ضيقة علينا فالحخام ما عنده شي عطور قال له عندك ايه تاني مما تملكه قال عندنا جموسة ربطينها خارج الغرفة قال له ده خارج والغرفة قال له انا اقول لك الغرفة ضاقت بنا انا والعيال واموه قال له بس دخل لغ جموسة بالامر سبحان الله يعني يستمعون الى علمائهم حتى وانها الرجل ونحن اذا صدقنا ما صدقنا ربنا سبحانه يصدقنا للصادقين ان شاء الله ان شاء الله فدخل الجموسة طبعا بعد ما كانت الغرفة اربعة متر فاربعة متر الجموسة اخذت اكثر من نصف الغرفة في يوم في الثانية الثانية خلاص الرائح حكتنا راح يشتكل قال له لا الجموسة قال له خرجها ونظف الغرفة وقال انت واولادك وتعالي بعد يومين خرج الجموسة فرجع يشكر الحكام لهذا كده عظيم جدا شعر الابناء بأبناء الغرفة طبعا ده هذا حل حكامي لا نضرب مثال بايه لإخوانه في فلسطين وفي العراق بالأمن والأمان والخير والوئام والطعام والشراب أرى أنه قد خان الله ورسوله وخان الأمة لأنه حقوق من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه من بات شبعان وجار هو جاري الجدار في الجدار المسلم الأندنسي وأنا هنا في الإمارات جار المسلم المغربي جار المسلم الإسكندنافي جار لأنه نحن في العولامة هو القرية وحيدة وفي الخير هو نصل في إندونيسيا وأنا في الإمارات من فهي سبحان الله أين نحن من طبيعة الإسلام وحقائق الإسلام العظيم المهم وكفنها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب واجد عندها قال يا بريم أنه لك هذا قالته من عند الله أن الله يرزق من يشاء بهذه الحساب هناك دعا زكريا ربه أرى وإذا ربنا يعطي هكذا بدون يعني حساب أنا أدعو الله عز وجل زكريا في هذا الوقت عنده 86 سنة وما عندها ابناء وزوجته عندها 80 سنة وعاقر فهنا يعني هذا يعني هو لمس قدرة الله العملية فدعا رب العبادة سبحانه وتعالى هناك دعا زكريا ربه رب هبلي من لدنك ذرية طيبة شوف شوف ذرية طيبة وفي مريم واجعله رب رضية مش أي عيمة ممكن للولد يجي فتنة تجي مصيبة بلوة والعيدة بالامتحان ابن نوح والعيدة بالدعاء يعني نسأل سأل سأل إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا البشارة يبقى إذن بشارة بشارة الدعاء طبعا زكريا موحة إليه فسمع البشارة نحن ممكن ندعو ونشعر بالله سبحان الله بس نعيش وأنا أدعو لجب أن أكون موقف بالإجابة يقول البصري أنا أدعو الله وأرى يد الله تكتب لي الإجابة هذا الباب اليقين هذا الباب اليقين كان في بعض الصحابة يقسم على التابعين يقسم على الله يقسم رب أشعة أخبر ذو طبري لا يقبه له لو أقسم على الله إذا أبره سبحان الله فكان يقسم على الله وليا رب أقسمه عليه أن تنزل علينا الماء إلى أن نصل إلى هذا الجبل أو هذه التبة أو هذه التلة فيرزدهم الله فيبر الله قسمه هذا درجة عليك إن لله عبادا إذا أرادوا أراد سبحان الله لأن إرادة الله إن الله عبادا إذا أرادوا أراد سبحان الله عبادا نعم إذا بشر سيدنا أمران سيدنا زكرية بياحيا وسماه له رب العبادة عز وجل طيب واحد يسأل سؤال ده الله الذي سمى يعني هو أب الذي اختار الاسم هو خالقنا يحيا طب يحيا هذا لا يموت المصيبة يسمه يحيا اسم إيه ابنت يحيا يحيا من حتى الاسم سبحان الله يحيا يعني لا يموت طيب وفي واحد لا يموت انك ميت وانه ميت فرزق الشهادة قطعة رقباته من اجل القصة اياها المعروفة سبحان الله فسبحان الله العظيم لان الله هو الذي سماه فيجب ان يصدق فيه كلام الله فلا يموت لان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون هذه ايه بشارة من الرصيد الذي لزكرية عند الله سبحانه وتعالى اذا هذا مثل اول من الامثلة في القرآن الكريم من المبشرين وكانت يعني ما ارواحها من بشارة وهو ابن بعد هذه السنة وبعد هذا العمر وبعد هذا العقب يعني بلا شك ستكون هناك امثلة اخرى ان شاء الله لكن بعد الفاصل مستمعينا ومشاهدين الكرام ابقوا معنا سنعود بعد هذا الفاصل الاعلان حياكم الله مستمعينا ومشاهدين الكرام مرة اخرى في المبشرات فضيلة شيخ ذكرنا مثل رائع كان سيدنا وهو الامل الامل الكبير الذي يجب ان يراود كل اب يظن انه عقيم وكل ام تظن انها عقيمة وانهم فقدوا الامل في قضية الانجاب فعليهم بهذا الدعاء المخلص رب هبلي من لدنك ذرية طيبة بهذا الصدق ان شاء الله رب العالمين الله يقول الشيء يكون فيكون سبحان الله فالانسان لا ييأس ابد من رحمة الله ابدا وانما يطلق باب الله ويقف على باب الله ويلحف الدعاء ويلحف المسألة ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى فتاح ونعظم ان شاء الله ان شاء الله المثل الاخر المثل الاخر مريم نفسها إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم سبحان الله فهذه البشرة لمرأة لم تتزوج ما هو سبحان الله الآن عندنا حالتين واحد عقيم وزوجها اشتعل رأسه شيبة نقراص وهنا العظم مني واشتعل رأسه شيبة ولم أكن بدعائك رب الشقيق فسوى بيتدلل إلى الله دي برضو نقطة مهمة في أدب الدعاء أنك تتدلل إلى الله والله يحب المتح ويحب الثنائل حسن الجميل وذيما لما ندعو سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب لي اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ثم تمهي الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله والصلاتين والصلتان مقبولتان إن شاء الله والله أكرم من أن يدعى ما بينهما فسبحان الله العظيم فانته شوف سبحان الله العظيم إيه وما كنت بدعائك ربي شقيع أنا كلما طلبت كلما أخذت وهو نبي من أنبياء الله طبعا طبعا ولدك وذلك العبد سبحان الله العظيم الذي يعطي هو الكريم هو الكريم يقول لك والله يا سيدنا الشيخ أنا عدت تدعو الله عز وجل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك الرطف ولماذا يخذ تسأل الله أن يرد القضاء اسأله لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يطيل العمر إلا إيه ولا يبارك في العمر إلا بر الوالدي فأكرم نفسك بالدعاء الله سبحانه وتعالى إذا سألتم الله عز وجل الجنة فأسألوا الفردوس الأعلى لأن أنت تطلب من الكريم فإذا طلبت من العظيم طلب إيه طلب عظيما صحيح طلب شيء كبير سبحان الله وتدهيج الواحد ملياردير لذلك ممكن أديني درهم الديني عشرين فلس يا أخو اطلب سبحانه باقي العروس صحيح وإلى المثل الأعلى فما بالك يا رب العبادة على الزوجات سبحانه وصحيث إن عمر كان شديد شوية على الناس شافوا واحد كده عند الحرم عند المقام إبراهيم صلى ركعتين بسرعة وعمر مراقبه وسلم اللهم إني أسألك الجنة والحور العين فلكذا وبالضر قال لي هالوك أغليت العروس وأرخص في المهر فين المهر فين المهر فين ركعتين فين بهذا المنطق احنا يعني الشيخ نسدد ونقارب الله يرضى عليك نجتهد وندعو بس في مشكلة الناس ثلاث أنواع واحد يدعو هموقهم بالإجابة خيس واحد يدعو ثم يمال لأنه مثلا يدعو خمس سنوات يا رب يا رب ما حصلتش سبحان الله وأيضا يصل إلى وآخر يدعو وهو غير موقن يعني هو ربنا يتقبل من أمثالي بالعكس بالعكس ربنا يستجيب لي لا لا بالعكس هذا من فعل الشيطان لأن الدعاء مخ العبادة وقال ربكم ادعوني بالأمر استجيب استجيب يا معادلة ادعوني استجيب استجيب وإذا سألك عبادة فهو ليس بعيدا قريب ربنا فنناجي أم بعيد فننادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لفين نقطة الآية مربوطة نعم فليستجيبوا لين يبقى الاستجابة تطبيق الاستاذ الله سبحان الله العظيم يعني لا بد من التطبيق سبحان الله لا بد من بداية وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم دول عملوا آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كان مقصود بها الصحابة الصحابة لكن تعمم ليست القرآن دايما ليس بخصوص السبب ولكن بعموم الله يعني نسان الذي يهاجر يعني لاهجنة بعد الفتح وإيه إنما يجهادون نية صح والله طيب يجاه والذين يجاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا الناس الآن اللي قائم على الحق سابحهم ضد الطيار لذا ما تلاقي واحد ملتزم فعائلة ليس لها في الدين أو كالقابضة على الجمر أو كذا الشاب صالح وسط شباب نسأل الله سلام بنت ملتزمة وسط بنات عايزين يحطوا أحمر وأخضر وأصفر وأزرق والعزب الله ونسأل الله أن يبيض وجوهنا جميع آمين يا رب العالم فأن تضع إنسانا صالحا بين أناس الفاسدين أن تضع عالما بين جهال أو أن تضع عالم لا يقدر أو تضع رجل مستقيم وأمين وسط جمع مرتشين ومنحرفين إن لم يسرق معهم فضحوه وربما هو سقطتهم به وكم من مجتمعات انهارت بالرشاة والفساد والعيذب الله أمم تنهار سبحانه الله أنساء الله فهذا نوع من الجهاد أن تسبح ضد التيار لأن قائل الحق سابح ضد التيار قال سيدنا علي ما ترك قول الحق دي صديقا كل ما يقول الحق فبتعلث الناس طلعا الناس عايزة المدهنة ودوا لو تدهنوا فيدهنوا يا وانت تلون الموضوع شوية ندونه لا 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 سبحان الله لا إله إلا الله فهذه كثيرة يعني هذه مصيبة لكن صاحب الحق لا ينثني أبدا عن الحق أبل يعني سيدنا الحسين رضي الله عنه خرج وراح على كربلاء هو في سبعين واحد يقف أمام جيش دولة صحب فماذا كان يريد رضي الله عنه أن يأرفه على بالحق لأن الحق إيه الحق الرجال لابد أن يصير معرة في التاريخ صحيح يصير معرة في التاريخ عبد الله بن الزمير يدخل على أم وأسماء فهذه يمكنه واحد هل يضير الشعر ساركها بعد ذا بحيان خلاص ألقى انتهى الموضوع هذه علامات مضيئة في التاريخ فلابد أن نأخذ منها ولابد أن نعلم أبناء أنا إياها أما همتنا كلها أن الولد يخلص العام الدراسي عشان ننتهي وبعدين يخلص التعليم الجميع عشان ننتهي فإيه الكلام ده إيه الكلام ده شوف ليس من همته أن يرزق برغيف كمن همته نصر أمة بأسرها شتان صحيح نعم طب يا سيد الذين هاجروا اه احنا اتحدثنا عن هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعني وصفهم بهذا الوصف الجميل هاجروا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله جاهد بكل باعة سبحان الله يعني الصحابة يمسكت ثلاثة تمرات كده ويا رسول أكلت هذه ثم قاتلت القوم صابرا محتسما مقبلا غير مدبر ورزق وقدد أدخل جنة وجد أن الحياة طويلة وتحجيبوا هذه التمرات الثلاثة فألقاها ثم دخل فسبحان الله وبعدين قال له لما أعطاه العطاء أحد المجاهدين قال والله ما على هذا بايعتك يا رسول الله أنا مجاهش أن تعطيني إنما بايعتك على أن تأتيني ضربة ها هنا فورزق الشحال في المعركة شهداء وقد جاءت الضربة في المكان الذي حدده هو فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله سبحان الله والله يعني كما ذكرت الشيخ أرادوا 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 بصبتك لأنه لأنه خطر نفسه طريقا الهداة والاستقامة جاهد في سبيل الله هو كده فالذين جاهدوا فينا لنهديانهم سبولنا سبحان الله والله أنا أعرف ناس من علمائنا الكبار ماتوا على خير حاف لأنه عاشوا للقضية عاشوا للمسألة سبحان الله في الغزال في آخر محاضرة له ووقف في المؤتمر الجنادرية يدافع عن الإسلام يدافع عن الإسلام وظل يدافع عن الإسلام ضد هذا الرجل الذي كان يهجم الإسلام ثم سقط يعني مات مدافعا لأنه هذه كانت حياته كلها فختمت حياته بما بدأ به بما عاش به بما عاش عليه وكم من أناس صالحين كثر حتى في الزمنين نحن لن نتكلم عن السلف الصالح فيه أيضا في الخلف صالحون كثر والله وفيه ما زال منهم يعيش بين أظهرنا ولكن هم أناس يعيشون بعيدا عن الأضواء للأسف شيخ أنت تقول بعيدا عن أضواء أنا أقولك للأسف يعني تركوا الأضواء وتركوا لا يحبونها والله يعني كمل الأضواء من من شكل ولكن شيخ يعني يجب أن يظهر أمثلها أو لا إذا كان فيهم من الصلاح نحاول أن نقنع بعضهم والله يعني هناك أعلام كبار 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 في العلم نحن بالنسبة إليهم يعني بالنسبة لعبد الله الفقير هذا نملى وهنانا بجوار جبل أشم ولكن يرفض يرفض أنا ونحاول أن نقنعه حتى يعني أقولنا طب دردشة بسيطة طب حوار بسيط في ناس ما شاء الله يعني يعبد الأخفياء والأتقياء الذين إن غابوا لم يفتخدوا والله نحاول يعني نحاول أنا وأنت إن شاء الله إن شاء الله فيه إن الله المستحيل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين سيدنا إبراهيم عليه السلام الخريط نعم هذا ربي هبلي من الصالحين شوف الدعوات اسأل كده اجمع الأقارب كده في يوم احتفال كده هات الأطفال تحب تطلعين اسمع الكلا فيش واحد من مئة طوصل يقول لأنا عايز أطلع شيخ طب شيخ ليه يطلع شيخ يعمل بإيه الشيخ يعني إيه يقول لي يعني معذرة يقرأ على الناس الكلام ده بالنسبة أنا أريده دكتور رجل أعمال وباله خير وبالك رسيحني بس يغذت طب ومالو يا ابني ومالي ودك هذا يحفظ القرآن جنبه يقول ليه انت عايز زوجة ابني شكذا إيه تكون جميلة أو مالو يا ابني وانت ناس طيب وغنية طيب طب وديني يا ابني او مالو تبقى بوتى ديينة برضو يعني كده خطها على البيع مش سنرفض إذا جاءت متدينة خير وباركة هكذا يعني بدك شوف دكاء النبي صلى الله عليه الصلاة عليه الصلاة ومكح المرأة والأربع فبدأ بما يحبه الناس بالمالية قال المال والجمال والحسب وعندما فلاكي قال ايه ولدينها بس في نقطة فظهر بذات الدين يعني الدين ده رقم كام؟ رقم واحد عند البؤمن لأنه لما يراها متدينة لما تكون متدينة يراها ملك الجماكل صحيح ولما والعياذ بالله يا رب العالمين تكون جميلة وصحيح الحديث ضعيف اللي هو إياكم وخضراء الدمن لكن تقويها أثر أخرى قال وما خضراء الدمن يا رسول قال المرأة الحسناء في المنبة السوء تقوي أثر أخرى واحدة والمعنى وخطع عشان جمالها والمثل العمي يقول له جردي صفيني ولا غزالي غميني يعني يريد يريد من يحاوره ويداوره ويحترمه ولكن وبعدين يتعود عليه يتعود ويظن أن من أفق المحدود أنه يرى أن بنت بلده هذه لدي شكلها كذا ويظن أن الأشكال المبهرجة هذه هي الأسف الشديد يعني كما قال بعض الشيخ ما أعلم يعني دقة هذا الكلام فمن أخذها لمالها أورثه الله نعم 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 عاذ بالله طبعا طبعا لأن هذه غايته هذه غايته أو يرفع بها خصيسته ولو يتزوج واحدة مشهورة مش عارفها حسنا ده إله إلا الله ده عايز علاج نفسي بطا برضو الله ده اليوم مجموعة كبيرة والله إلا نسدنا السلام سيدنا سيدنا إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي يقول الله وهو سيدنا إبراهيم ليس هو أصل طول حياته إلى الله عز وجل ولكن ترق الدرجات مترقا ربي هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم حليم اللهمين سيدنا إسماعيل كلمة حليم هذه وردت في القرآن اثنين عشرة مرة نشر مرة مرتين لسيدنا إبراهيم ومرة لسيدنا إسماعيل ومرة لشعيب من باب الاستهزاء استهزى بقوم إنك الأنت الحليم الرشيد والثمانية الباقية إنما هي صفحة من صفحات الله سبحانه وتعالى صفحة الحليم وأخوه أخوه إسحاق عليم واشترناه بغلام عليم عليم ده إسحاق اللي هو جد من جد اليهود وإسماعيل جد من جد العرب فالعرب عندهم الحلم وأولاد عموم اليهود عندهم العلم والعلم دون حلم مضيعة والحلم كله خير ولاية الحلم إلا بخير الله أكبر لكن سؤال نسأله هل أضربت بنا سماحتنا هذه المشكلة فبشرناه بغلام حليم هو سأل ربنا من الصالحين فربنا بشره بغلام إيه؟ حليم في هذه الصفة حقيقة الأمر يعني هذه بشره تشوف واحد يبشر أن الولد طرح حليم لو عصبي وله زي خاله ولا زي عمه في الله لا بخير ولا حليم حليم ما أجملها من الصفة سبحان الله سبحان الله لا يأتي الحلم إلا بخير لن يأتي الحلم إلا بخير دايما ذلك أنا أريد من الأباء أن يحلموا على الأولاد أريد من الأبناء والبنات أن يحلموا على الأباء والماء إذا كانت البشارة لسيدنا أبراهيم عليه السلام فبشرناه وبشترناه بغلام حليم وفي سيدنا إسحاق قالوا بشترناه بغلام عليم سبحان الله بشتروا حتى هنجي بالآية بعد كده بشتروا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعني الله سمى له الأبن والحفي مرة أخرى سبحان الله لما كانت المرأة واقفة فضحكت فبشترناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يقولها سارة يعني فهذه كلها مبشرات للأنبياء هذه المبشرات أيضا لأتباع الأنبياء وللمؤمنين بس الإنسان يسير في الطريق وتأتي المبشرات وسبحان الله لما تجد محبة الناس واجتماع الناس حولك تلك عاجل بشرة المؤمن اللي بتلاقي دعاك مستجاب ابنك صالح زوجتك مطيعة الأمور أنت في حالة من الرضا في العبادة مستقيم على طريق الله إن أذنرت استغفرت كل هذه المبشرات لا بد أن نفتح هذا الباب على مصرعي حتى يقوب الناس إلى الدين ويردهم رب العبادة إن شاء الله إلى دينهم ردا جميلة نعم في بداية الحلقة ذكرنا فضي الشيخ بأن إذا كان هناك وقت سنذكر أيضا بعض الأمثلة في السنة المطاهرة نعم لكن أنا أتصور بأن الأمثلة في القرآن الكريم لم تنتهي بعدها لا لن تنتهي لذلك نحن عندنا آيات كثيرة في كتاب الله عن هؤلاء المبشرين ثم في السنة المطاهرة فيه مبشرين قسر بإذن الله رب العالمين جميل يعني ربما نكمل في حلقة وحلقتين حتى نستمر في ذكر هؤلاء المبشرين في القرآن وفي السنة إن شاء الله رب العالمين لكن قبل أن نختم الحلقة يعني تواصينا دائما بالحق في هذا البرنامج نعم وننتظر منك الوصية والله يوصي نحن نريد أن نجعل هذا الأسبوع عدم التكبر أو الكبر عن قبول الحق لا نتكبر لا الصغير يتكبر ولا الكبير يتكبر إذا نصح الوالد ولده واجب أن يستمع إلى النصيحة وإذا قالت الزوجة لزوجها نصيحة واجب أن يقبل النصيحة لكن يعني لا داعي لأن يأنف بعضنا من بعض وكل واحد يعترض على الآخر لمجرد أنه يعترض مجرد يقول لك أنا أريد يقول له أنا أعترض يعني ما عايزين لي عايزين تختافي من البيوت من أجل الاعتراض من أجل أن يعترضوا خلاص ومعترضوا السلام نعم جميل يعني أيضا الوصية مرتبطة بأحادث كثيرة ذكرناها الله يضع عنكم يا رب إذا لم يتكبر سوف يقبل الحق فإن قبل الحق آمن فإن آمن بصدق بشر فصار من المبشرين صار من أهل الجنة نعم نعم سلسلة سلسلة نورانية إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين أشكرك فضية الشيخ شكرا الله بارك الله فيك ونشكر المشاهدين والمشاهدين الذين صبروا علينا ونحن نبشرهم إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين ومرة أخرى يعني أنا أقول لك تقبل الله من نوك صالح الأعمال آمين يا رب العالمين ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج معنا إن شاء الله يا رب جمعنا والمشاهدين جميعا إن شاء الله آمين يا رب العالمين إن شاء الله وأيضا الشكر موصول لإخواننا المشاهدين والمستمعين أينما كانوا متواصل معكم دائما المستمعين ومشاهدين الكرام في برنامج المبشرات حيث نستعرض معكم البشارات والمبشرات التي ذكرت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة إن شاء الله من خلال هذا البرنامج ومن خلال الحلقات القادمة ووصية فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة هي الابتعاد عن التكبر والتكبر الذي وصفه فضيلة الشيخ في هذه الحلقة تكبر